قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جائحة كورونا فردت نفسها على أجندة عمل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في حفل ختام النسخة الرابعة من المنتدى حيث أكد الرئيس السيسي أن المنتدى أصبح منصة حوارية هامة وملتقى للحوار الإنساني على أرض مصر وقد فرض الظرف العالبي المرتبط بجائحة كورونا نفسه على أجندة المنتدى في ظل التساؤلات متعددة حول مصير العالم ومستقبله ومدى تأثره بتداعيات هذه الجائحة على أنماط الحياة البشرية لقد كانت سعادتي بالغة وأنا أشارك في تفاصيل هذه الحالة الحوارية المتميزة والتي كانت شباب مصر والعالم في القلب منها يفتحون لنا طاقات الأمل والنور لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني إن منتدى شباب العالم بات اليوم منصة حوارية هامة وأصبح تطوره في الشكل والمضمون أحد أهم سماته وهي فكرة مصرية خالصة كان الحلم في ضمير شباب وطننا الغالي بأن يصنعوا هذه المنصة لتكون مساحة مشتركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الإنساني ترجمة نانسي قنقر